ناصر صديق حرفي ينحضر من منطقة آثيني بولاية تيزي وزو يبدأ منذ أزيد من ثلاثين سنة في صناعة حلي الفضة التقليدي بعد أن توارث الحرفة عن أجداده قطع حلي فريدة تجسد الهوية الأمازيغية جادت بها أنامل ناصف التي أضفت عليها لمسات عصرية يحاول من خلالها محاكاة العصر الحالي نعمل حلي التقليدي بنياني ونزيد نوعو قليلاً ونخرجو قليلاً نصر رجل دفعه حبه وشغفه للحلي التقليدي ليحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على هذا التراث التقافي الذي تشتهر به قريته وحمايته من الزوال